في لحظات لم تتجاوز خمس ثوان تهاوى مبنى بأكمله في الضحية الجنوبية لبيروت كما لو كان مصنوعا من ورق خلال غارة إسرائيلية باستخدام قمبلة سبايس 2000 شاهد اللبنانيون هذا المشهد الذي بدى وكأنه مشهد هوليودي مذهل المبنى المستهدف انهار بالكامل بينما بقيت المباني المجاورة دون أي ضرر يذكر وذلك بسبب دقة استهداف القمبلة القمبلة التي استخدمتها إسرائيل في هذه الغارة هي من طراز سبايس 2000 وهي قمبلة موجهة عالية الدقة تم تطويرها بواسطة شركة رفائيل الإسرائيلية منذ عام 2003 يمكن لهذه القنابل أن تثبت على قنابل بأوزان مختلفة تتراوح بين 125 كيلوغرام إلى 900 كيلوغرام تستخدم سبايس نظام توجيه يعتمد على الأقمار الصناعية ومجهزة بنظام ملاحة ذاتي ونظام بحث كهروضوئي هذا النظام يجعل القمبلة قادرة على تفادي تشويش أو التدخل في إشارة جي بي أس مما يضمن دقة تامة في الوصول إلى الهدف ما يميز قمبلة سبايس هو القدرة على إطلاقها من مسافات تصل إلى 125 كيلو مترا وذلك بفضل أجنحتها الصغيرة التي تحولها إلى قمبلة حائمة تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت في خريف 2023 على صفقة تزويد إسرائيل بمعدات توجيه سبايس بقيمة 320 مليون دولار تكنولوجيا يحذر خبراء من تداعيات استخدامها في المنطقة وتحديداً مع استخدام إسرائيل لها في غزة ولبنان والتي قد تطيل أمد الصراع في الشرق الأوسط نظراً لخسائر تسببها في المباني والأرواح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر